حيث أكد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر قاب 27 أكد أن العالم يراقب المفاوضين في المؤتمر وأكد أن الوقت ليس في صالح العالم ما يستدعي إبداء المرونة اللازمة للوصول إلى أصوص يمكن البناء عليها والتوصل إلى اتفاق وخلال مؤتمر صحفي أشار شكري إلى أن الأمر يعود إلى مختلف الأطراف للوصول إلى توافق لحل مشكلة التغيرات المناخية وما لها من أثار سلبية كبيرة سأقوم بتوفير الفرصة لهم للقيام بذلك ولتحمل المسئولية من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل بنا إلى الإجمع بناء على رغبة الأطراف وتقع الآن المسئولية عليهم للمضي قدما وسأقوم في القرير بتقديم هذه المعلومات للسكرتير العام والعالم الآن يراقبنا والوقت ليس في صالحنا وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كافة الأطراف ومعظم الأطراف والوصول إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب الوصول إليها الآن مرة أخرى تعود المسألة الآن إلى مختلف الأطراف للوصول إلى إجماع وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة ومخاطبة التحديات التي خاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذين يعانون كما رأينا من دمار من فيضانات وحرائق وفقدان الحياة والحيوانات أيضا هناك حلول كثيرة ولكن علينا أن نقدم الأسس التي يمكن البناء عليها وأتمنى أن نصل إلى هذا أحد أدوى أحد أدوى